المحاصيل الزراعية في الوطن العربي اتكلم عن الاشجار المسمرة والفواكه في الوطن العربي زي ما قلنا قبل كده في الدرس اللي فات ان الوطن العربي بتميز بتنوع درجات الحرارة وتنوع مصادر المياه كمان عندنا النهاردة الوطن العربي بتميز بتنوع المحاصيل الزراعية والكل محصول منهم استخداماته وفوائده الاقتصادية والصحية يعني على سبيل المثال ما يستخدمه الانسان كغذاء زي الامح والارز وكمان الانسان ما يستخدمه في الصناعة من المحاصيل زي القطم وقصب السكر وكمان منها المحاصيل اللي بتدخل في التجارة الدولية زي التمر والموالح وبكده تنوع المحاصيل الزراعية هيؤدي الى التبادل بين الدول العربية وتحقيق التكامل وبكده الدول العربية بتمتلك تنوع من المحاصيل يلا بينا مع بعض نقول انوحها واولا الحبوب الغذائية ما المقصود بالمحاصيل الغذائية؟ هي المحاصيل اللي بيعتمد عليها الانسان في غذائه زي الامح والارز والدرة الشامية والدرة الرفيعة والشعير وغيرها من المحاصيل وهي كمان المحاصيل اللي بتشغل مساحة واسعة من الاراضي الزراعية في الوطن العرب وبتعتبر مصر من اكبر الدول العربية انتاجة للحبوب الغذائية يلا بينا مع بعض من خلال الخريط التوزيع للحبوب الغذائية في الوطن العربي نتعرف على اهم هذه الدول دول العربية الغنية والمنتجة للحبوب الغذائية زي مصر والعراء وهناك بعض الدول العربية قليلة في انتاج الحبوب الغذائية زي دولة السعودية ويلا بينا مع بعض نقول انواع الحبوب الغذائية اولا القمح القمح بيعد من اهم المحاصيل الزراعية واللي بيتزرع في جميع الدول العربية وزي ما واضح من الجدول اللي قدامنا تعالوا نشوف ايه هي متطلبات زراعة الامح واهم الدول العربية المنتجة ليه اولا موسم زراعة القمح هو محصول شتوي ايه هي المتطلبات لزراعته يحتاج القمح الى حرارة معتادلة وتربة خصبة جيرة الصرف كمان اهم الدول المنتجة للقمح مصر تأتي في مقدمة الدول العربية انتاجة للقمح ثم المغرب ثم سوريا والسؤال بالشكل ده هيكون مهم لان احنا في الامتحان هنجاوب عليه من خلال جدول لما يطلب مني مقارنة بين محصولين من المحاصيل الزراعية في الوطن العربي من اهم المحاصيل الغذائية التي تأتي في الاهمية بعد القمح الشعير والدرة الشامية والدرة الرفيعة يلا بينا مع بعض نروح لمحصول تاني من المحاصيل الغذائية زي الارز الارز من المحاصيل الصيفية ويعتبر اقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي بما تفسر لانه يحتاج لدرجة حرارة مرتفعة ومياه ري وفيرة وتربة طينية ثقيلة وطبعا كل العوامل دي مش موجودة بوفرة في الدول العربية وبكده طبعا لما شفنا متطلبات زراعة الارز نقدر نستنتج اماكن زراعة الارز في الوطن العربي هللاحظ انها موجودة عند دلتا الانهار زي مصر وخاصة في شمال الدلتا وكمان في دولة العراق في نهاية دلتا نهري دجلة والفرات طلاب العزاء شفنا قدي الوطن العربي متنوع في المحاصيل الزراعية منها المحاصيل الغذائية والمحاصيل الصناعية والتجارية وغيرها من المحاصيل تعالوا مع بعض ناكد معلوماتنا من خلال فقرة اكد فهمك السؤال الاول صحح ما تحته خط يزرع القمح في معظم الدول العربية لانه محصول تجاري طبعا هنغير كلمة محصول تجاري ونخليها محصول غذائي سؤال كمان تعتمد زراعة القمح في مصر على مياه الامطار هنغير كلمة مياه الامطار وكلنا فكرنا مع بعض ونهر النيل هو اهم مكان في مصر للزراعة يبقى نقول تعتمد زراعة القمح في مصر على مياه الانهار تأتي مصر والسودان في مقدمة الدول العربية انتاجا للقمح هنغير السودان ونخليها المغرب بنهاية فقرة اكد فهمك انتهى جزئنا الاول اللي اتكلمنا فيه عن المحاصيل الغذائية في الوطن العرب يلا بينا نتكلم عن المحاصيل الصناعية والتجارية في الوطن العربي يلا بينا نسأل في الاول ما المقصود بكلمة محاصيل صناعية وتجارية محاصيل صناعية وتجارية هي المحاصيل التي تدخل فيه الصناعة والتجارة زي القطن اللي بيدخل في صناعة الغزل والنسيج وزي قصب السكر اللي بيدخل في صناعة السكر والورق ومن أهم المحاصيل الصناعية والتجارية في الوطن العربي أول محصول هنتكلم عنه هو محصول السكر وزي ما تعودنا هنتكلم عن المحصول من خلال الجدول الآتي أول حاجة هنتكلم عن موسم زراعته والسكر محصول صيفي هنتكلم عن شروط زراعته يحتاج قصب السكر إلى جو مشمس طوال السنة ومياه وفيرة وتربة خصبة وأهم الدول المنتجة لقصب السكر في الوطن العربي تأتي مصر في مقدمة الدول العربية المنتجة ثم يليها السودان وبكده ترجع أهمية قصب السكر إلى أنه محصول من المحاصيل التي يدخل في العديد من الصناعات زي ما قلنا صناعة السكر والورق والخشب ومن المحاصيل الصناعية والتجارية في الوطن العربي أيضا محصول القطن وتعالوا مع بعض من خلال الجدول نشوف القطن موسم زراعته هو محصول صيفي وشروط زراعته يحتاج القطن إلى حرارة مرتفعة وتربة خصبة جيدة الصرف وأيدي عاملة وفيرة وذات خبرة وأهم الدول العربية المنتجة للقطن مصر في مقدمة الدول العربية تليها السودان ثم سوريا ثم المغرب وبكده عزاء الطلاب شفنا قد إيه مصر متقدمة في المحاصيل الصناعية والتجارية ويعد القطن من أهم الألياف الطبيعية اللي مستخدمها في صناعة المنسجات بجانب السكر طبعا والقطن عندنا محاصيل تجارية كتير جدا زي البن واللي بيزرع في اليمن وفي السودان يلا بينا ننتقل للجزء الثالث في درسنا النهاردة عن المحاصيل الزراعية في الوطن العربي وهنتكلم عن الأشجار المثمرة والفاكهة أول حاجة هنتكلم عنها الطمر اللي هو النخل والوطن العربي بيضم 90% من أشجار النخيل على مستوى العالم ودولة العراق هي الأولى في إنتاج الطمر وكمان عندنا الموالح ويسهم الوطن العربي بحوالي 10% من إنتاج العالم من الموالح وتأتي فلسطين في المركز الأول في إنتاج الموالح عربيا وطبعا بجانب الطمر والموالح الوطن العربي عنده مجموعة من الأشجار المثمرة والفواكه زي العنب اللي بيسمى باسم الكروم وكمان عندنا الزيتون طلاب العزاء اتكلمنا فقرتنا السابقة عن المحاصيل الصناعية والتجارية وكمان اتكلمنا عن الأشجار المثمرة وعن الفواكه يلا بينا نأكد معلوماتنا من خلال فقر اتأكد فهمك حدد مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية يعد المناخ البارد من أهم شروط زراعة قصب السكر طبعا العبارة خاطئة لأن قصب السكر بيحتاج درجة حرارة مرتفعة أي مناخ حار وليس بارد ومعانا سؤال كمان تأتي مصر والسودان في مقدمة الدول العربية انتاجا لقصب السكر العبارة طبعا عبارة صحيحة ومعانا سؤال مختلف صحح ما تحته خط تأتي مصر في المركز الأول عربيا في انتاج الموالح طبعا كلنا عرفنا الإجابة على طول هنشيل مصر ونخليها فلسطين في المركز الأول عربيا في انتاج الموالح معانا سؤال كمان يسهم الوطن العربي بنحو 50% من الانتاج العالمي للموالح واتكون العبارة بتاعتنا هنشيل كلمة 50% ونخليها 10% من الانتاج العالمي للموالح ومعانا سؤال مختلف اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية دولة عربية أسيوية تعد الأولى في انتاج التمر فكرنا مع بعض ممتاز دولة العراق هي الدولة العربية الأولى الأسيوية في انتاج التمر ومعانا سؤال كمان تعد من أكبر الدول العربية انتاجا للحبوب الغذائية طبعا كلنا قلنا مع بعض جمهورية مصر العربية أعزائي الطلاب بنهاية فقر اتأكد فهمك انتهى درسنا النهاردة عن المحاصيل الزراعية في الوطن العربي إلى أن ألقاكم على خير في درس جديد من دروس الجغرافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة